دلوقتي مشاهدين معد موجز لأهم الأخبار معلمين شكرا لك شازلي الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوق عياد نائبا عاما وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهمه والاطلاع بمسؤوليته في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقا للدستور والقانون وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمد الصاوي النائب العام السابق معربا عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها وبما يعظم أيضا من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وأوضح متحدث الرئاسة أنه تم تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنات الندرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض أثارا للعواصم المصرية على مدار التاريخ ومتحف الفنون ومتحف العملات فضلا عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعمري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستعابية الكبيرة إلى جانب مصرحين للدراما والموسيقى مؤهلين وفقا لأعلى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي أعلنت الحكومة أنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز وزيادة الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فورا عقاده أكتوبر المقبل وأوضحت الحكومة أنه سيكون استحقق هذه الحزمة اعتبارا من أول أكتوبر مؤكدة أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تبلغ تكلفتها التقديرية سنويا حوالي أو نحو 60 مليار جنيه ليشهد العمان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ إبريل 2022 نضمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع اللجنة الدولية للطب العسكرية المؤتمر الإقليمي لعموم أفريقيا والجماعة الإقليمية بمشاركة أكثر من 22 و30 دولة أفريقية وعربية تضمن المؤتمر تنفيذ العديد من المحاضرات وورش العمل في مختلف التخصصات الطبية بمشاركة عدد من الخبراء الأطباء المصريين والأجانب وذلك لمنقشة القضايا الصحية العامة مع القطاعات الطبية المدنية والمنظمات الدولية بهدف تنصيق التعاون فيما بينهما بغرض تطوير الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى أكد رئيس الهيئة القبطية الإنجلي لخدمات الاجتماعية الدكتور القصة أندريا زكي على أهمية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وشدد زكي أن ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة يضمن إرساء قواعد العدلة والحماية الاجتماعية والقدرة الحقيقية على التدخل الوطني المخلص لمواجهة التحديات التي تؤثر على حياة ومعيشة المصريين اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بإحرق عدد من المباني المهمة داخل العاصمة الخرطوم وقال المتحدث باسم الجيش السوداني أن قصف قوات الدعم السريع أدى إلى دمار واسع طال عددا من المباني الرئيسية من بينها وزارة العدل وعددا من الهيئات الحكومية والخاصة والتي احترق بعضها بالكامل وكانت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع قد تجددت حول محيط القيادة العامة للجيش وسط العاصمة ومقرية سلاح المهندسين وقاعدة كاراريب أمدرمان غربي العاصمة توصل أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية البحث عن آلاف المفقودين بعد أسبوع على الفيضانات المدمرة التي حصدت آلاف القتلى في مدينة درنة على سواحل شرق ليبيا بسبب أسار دانيال وأعلن وزير الصحة الليبية عثمان عبدالجليل أن الفيضانات تسببت حتى الآن في سقوط ثلاثة ألاف ومائتين وثلاثة وثمانين قتيلا بعد اكتشاف أحدى وثلاثين أغوثة في حين حذرت منظمات إنسانية ودولية مسؤولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين الكبير والذي يقدر بالألاف أكد وزير الخارجية الصيني وانجي خلال محادثاته مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان أن قضية تايوان تظل خطا أحمر في العلاقات بين واشنطن وبكين لا يمكن تجاوزه وفي بيانين منفصلين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الصينية أن المسؤولين أجري محادثات صريحة وموضوعية وبناء خلال عدة اجتماعات اليومين الماضيين في ملطا من جانبه أعلن مصدر مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك أيضا علامات مبكرة على احتمال البدء في استعادة الاتصالات العسكرية المقطوعة بين الجانبين مشاهدين انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل